وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أفضل السلام وأزكى التسليم أما بعد بناتي وأبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية على منصتكم المفضلة منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم اليوم معكم أستاذ بلال عبدو في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية والنهارة إن شاء الله بنستكمل معا النحو اللي هي الوحدة الخامسة طبعا من التعودين دايما إن لما نبدأ الوحدة أو نبدأ الشغل بنقول أنت حضرتك إيه اللي أنت هتطلع به من الشغل ده حضرتك بتتعلم الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة عشان تقدر تطبق قاعدة إعرابة الفعل المضارك وتقدر في نفس الوقت تستنتج أحكام توكيد الفعل بالنون سواء الفعل المضارك أو الفعل الأبر كذلك في عندك أدوات جزمة متعددة تقدر تفرق ما بين كل أداة جزم وأسباب جزم الفعل المضارك في نفس الوقت يا حبيبي هنقدر نتعرف على أدوات الشرط سواء الجزمة أو غير الجزمة يلا النهاردة معانا شغل كتير وأتمنى أن الكل ينتبه ويكون معاك ورقة وألم وتسجل كل حاجة أستاذ بلال بيقولها لك فضل هنبدأ هنتكلم له مرة اللي فاتت عن نصب الفعل المضارع ليه أدوات نصب المضارع أن لان كي حتى لام التعليل فاء السببية لام الجحود وكمان معانا واو المعية طيب النهاردة معانا جزم الفعل المضارع وفي جزم الفعل المضارع يا شباب له أسباب زي ما أنت شايف قدامك الشريط اللي قدامك فيه أدوات بتجزم فعل مضارع بتجزم أداة يعني أداة بتجزم فعل واحد زي لم لما ولام الأمر ولما هي يبقى لم لما لم الأمر لنها هي سريعا تفضل لم يحضر المعلم لم إيه؟ لم يحضر المعلم ما لاحظ أنت حضرتك هذه السكون على يحضر حان الوقت ولما يحضر يعني لسه مجاش أبي طيب لا تي أس دي اسمها لنها هي تعرف ما كده بمعنى أوعى تي أس بحضرك فاهم؟ تمام؟ يبقى أنا عندي لم هادي واحد وفيه كمان لما هادي اتنين وفيه لا الناهية إحنا عندنا حاجة اسمها لنها هي و لا النافية يعني مثلاً ركز معايا على الصبورة و بقولك لا يكتب أحدكم أحدكم ها على الخائط حلو التانية بقولك لا يكتب على الخائط إلا المهمل هلاحظ إن أنا عندي اتنين لا هادي واحدة هيه و هادي واحدة هيه طب قل لي دي لا اولا دي ايه شوفها كده أنا واحدة اللي بحذر الأولانية برافو عليك يبقى لا يكتب فعلي مدرع مجزوم بالسكون التانية دي غير مؤثرة يبقى دي الناهية و دي مش ناهية إنه هي مؤثرة اللي النافية غير مؤثرة و دي يكتبوه عليها ضميال شباب طيب تعالوا نشوف يبقى لم لما لام الامر لان هي لم الامر تلاقيها مكسورة طبعا بتختلف عن لام القسم اللي هنخدها قدام إن شاء الله لام الامر مكسورة أما من أدوات الجزمة أيضا أو الأسباب اللي بتخلي الفعل المضارع مجزوم اللي هي أدوات الشرط إحنا عندنا أدوات الشرط هناك أدوات شرط جزمة وأدوات شرط غير جزمة أدوات الشرط طبعا حضراتكم إذا ولو كل ما دي أداة شرط ما بتجزمش يعني إيه ما بتجزمش؟ يعني وجودها زي الليتو مش بيأثر في الإعراض إذا ولو كل ما وفي لولا كمان طيب أدوات الشرط الجازمة هنتحدث عنها بالتفصيل حالا لكن بنقول كمان من أسباب جزم الفعل المضارع إذا وقع المضارع في جواب الطلب المحبب للنفس والطلب ممكن يكون نهي تمام؟ وممكن يكون طلب مثلا أمر إذ بس بشارط لازم جواب الطلب يكون أمر محبب للنفس وهناخد الكلام ده بالتفصيل يلا يا جميل قل لي إيه أدوات الشرط الجازمة عندي إما ما مهما متى أين أيان أينما حيث هما كيفما أي ما لهم دول دي من أدوات الشرط اللي بتجزم طيب أما جا أقول لك أي لها وضع خاص أيه الوضع الخاص بتاع أي ركز كده أيوة أي لازم يجي وراها رد اسم بس لازم يكون نكرة ويعرب مضاف إليه أي إنسان يذاكر أو أي طالب يذاكر ينجح أهو أي طالب أهو كسرتين يذاكر يعطلب أهو الإجابة ينجح تمام يبقى كلمة أي لا بد أن يأتي وراها اسم نكرة مجرور عشان يعرب مضاف إليه طيب تعالي يا شباب نشوف أمثلة على أسلوب الشرط بيقول لي يسعى للخير يا مليجنة يلا ده سؤال ممكن يجينا في الامتحان في الأسئلة المقالية اللي هو بيبقى آخر سؤال غالبا ويقوم لي أربط بين الجملتين بأداد شرط جزمة مناسبة يبقى نقول إيه من يسعى هنلاحظ إيه في يسعى يسعى فعل مضارع مجزوم بحسف حرف الإيه يا أولاد بحسف حرف العلة أو يبقى يسعى أصلها باليه فهنا حزفنا الألف بتاعتها اللي هي السعى دي خالص تمام ويبقى والفعل مضارع مجزوم بحسف حرف العلة ينل ينل كان فيه هنا إيه كان فيه هنا آلف آه وبعدين إيه اللي حصل الألف دي تشالت تشالت لي يا شباب منعا للتقاء الساكنين وهنا يبقى مجزوم بالسكون ركز أوي كده يبقى يسعى لو حرف العلة في الآخر نقول مجزوم بحسف حرف العلة لو حرف العلة في النص هنقول مجزوم بإيه هنقول مجزوم بالسكون واتشال ده منعا للتقاء الساكنين منعا للتقاء يا شباب الساكنين تذاكري خلي بالك أنا أجيب لك كل أشكال المضارع ها تسعى دي عاوز أربط بينهم أوعى تنسى إن تذاكري يا ابني ديت في هياء المخاطبة يعني من الأفعال الخمسة نعم يتقول إيه مش عارف يعني أفعال خمسة طب بصي كده ونركز معي الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع أهو الأفعال الخمسة رد بقى أيوة إمتى يبقى أي مضارع مالو اتصلا به يلا أقول كده والجماعة هلو إيه كمان آلف الاثنين وإيه كمان ويا المخاطبة هلو لما يكون مرفوعة خلي بالك أنا عايز بس كده حضرتك تركز معي عشان أقولك على حاجة جميلة مش هتاخد بالك منها قوي بيقول لي إيه يا المخاطبة نعدلها كده مع بعض تمام يا لا الايه المخاطبة خلص يا سيدي آه لما يكون مرفوعة هحط النون منصوبة أو مجزومة حشيل النون يعني تذاكري فيها نون لا يبقى ده فعل مضارع مجزومة حسف النون طب لو مرفوعة هتبقى تذاكرين كلام جميل يلا إيه تذاكري تسعدي طب بصي ليه وهو الجماعة هاي تذهبوا تجدوا خيرا تقول ايه اينما تذهبوا فعل مضارع مجزوم بايه احسنتم مجزوم بحزف النون تجدوا برضو مجزوم بحزف النون وإيه سبب الجزم عشان عندنا يا شباب أداة شرط جازمة اللي هي مين اينما معلم تسأله هتسأله تعالي هيحصل يجيبك اي معلم هتعرف معلم ايه للسعيل لنا من شوية معلم مضاف إليه تسأله مجزوم بالسكون يجيبك مجزوم بالسكون تعالي يجيبك دي أصلها ايه أصلها يجيبك أصلها كده وحزفنا الياء منعا من ارتقاء الساكنين طب ركز في دي بقى ده سؤال من أسئلة الساكنين العامة اللي كتير قوي ما ميوخدش منه منه إلا دي عبارة عن إيه إلا عبارة عن إن زائد لا إن الشرطية وإلى النافية اللي هي مين إلا يبقى إلا دي أصلها زاكر وإلا تفعل ترصب وإلا تفعل ترصب يبقى إلا طب بص يا فندم إيه الفرق ما بين ألا وإلا ركز إلا هلاحظ إن ألا المضارع اللي وراها منصوب طب إلا المضارع اللي وراها مجزوم طب هنا فعل الشرطي محزوف تقديره وإلا تفعل ترصب آه وإلا تفعل ترصب يا شباب وإلا تفعل ترصب اللي بعد آه اقتران جواب الشرط بالفا جواب الشرط إمتى يقترم بالفا يا باشا ركز أوه معي في الحتة دي إمتى حط جواب الشرط أحط له فا قال لي إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية أو إذا كانت جملة جواب الشرط جملة فعلي امسك واحدة واحدة اسمية إيه إمتى ذاكر فالله معك هنشوف بقية المسألة عليها طيب جملة فعلية ممكن تكون جملة فعلية فعلها طلبي ازاي اما اجا اقول لك انتو ذاكر فاعلم ان الله معك ده طلب فعلها جاب المناسبة طلب كتير امر يناهين ده استفهام التمني هنشوف الكلام ده حالا فعلها جامج لو نعمة وبئسة وحبزة ولا حبزة طيب او اذا كانت جملة فعلية فعلها مصبوط هنشوف باي حالا بسين بسوفة بقد بلن بي عندك كمان ما تمام تمام يبقى الطلبية امر نايس تفهام تمني لا ده كمان عندك حاجة اسمها هلا هلا بتاعت التحضيط بتاعت ايه شباب التحضيط عاستكتبها حاضر ايه هلا وفيه غير قلا اللي اتكلمنا عنها هلا دي لإيه يا أولاد للتحضيط طيب وقالا للعرض يعني ايه للعرض باعرض عليك طب يعني ايه للتحضيط بحضك مش بحضك يا ولا لا لأ بحضك الحض للتحضيط والتحضيط يا شباب يا رجالة يا جدعان التحضيط يعني الحث والتشجيع طيب اه الفعل الجامد نعمة وبئسة وحبازة كمان هي لو عايز وحبازة ولا حبازة حلو جدا وعسى وليس عندك الفعل المضاهر او الفعل اذا سبق بسين بسوفة بقد بلن بما تعالا كده نشوف الملاحظة المهمة دي جواب الشرط لو حطط له فاء ها خلي بالك يبقى الفعل وراك هيقرب حسب موقعه في الجملة اذا لم يسبقه ناصب او جازم يقاما صباحا ومجزوم بص دي من يجتهد يرتقي ركز بقى معايا كده وصله على الحبيبي الهاج دي الفعل يجتهد ده مجزوم يرتقي مجزوم هنا مجزوم بحصف حرف العلة وهنا مجزوم بالايه بالسكون طب ايه رأيك بقى ان يرتقي ها دخلنا عليها لن بسبب هنحطينا الفاء بسبب لن يبقى لن دي بتعمل ايه بتنصب يبقى يرتقي تقي اصلها يرتقي يبقى المضارع هنا ماله منصوبه علامة نصب الفتحة الظهر طيب شوص كده جواب الشرط اللي هو يرتقي لسده ي thigh أعرب كل واحد فعل مدرعاً مجزومه علامة جازم وحاسف حرف العالة هرتقي وديت فعل مدرعاً منصوبه علامة نصبه الفتحة اظهر طب ركز بقى في الجملة اللي جاية دي قال لجملة جواب الشرط المقترنة بالفع و أداة شرطها جازمة تكون في محل جازم تسمح لي بقى أكتب لك العبارة دي و تخلي بالك منها و دي عدت علينا في وحدة سابقة الجمل التي لها محل و الجمل التي ليس لها محل بيقول لي إيه؟ جملة جواب الشرط اسمها كويس لا محل لها من الإعراب إلا إذا إلا إذا إيه يا أستاذ أهيه أهيه شايف دي؟ أيوة دي إلا إذا كانت جملة جواب الشرط مقترنة بالفع و أداة شرطها جازمة تكون في محل إيه يا شباب؟ في محل جازم طيب نخش برضو على سبب من أسباب الجازم ده السبب رقم ثلاثة إحنا قلنا السبب رقم واحد أما يكون قبل منه أداة جازمة اسألة يا لما 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 الأمر لأنه هي السبب الثاني يا شباب إمتى؟ لما يكون سبق بأداة شرط جازمة السبب الثالث اللي إحنا شغالين فيه يا شباب اللي هو المضارع يجزم إذا كان واقعا في جواب الطلب أستأذنك ركز فيديو و اكتبها ورايا جوازا مهمة قوي يبقى المضارع يجزم في جواب الطلب جوازا بس له شرط أن يكون جواب الطلب مترطب عما قبله يعني نتيجة لما قابله اتنين وأن يكون المضارع دوت أو الفعل ده محبب للنفس يبقى يجزم المضارع جوازا إذا كان محببا للنفس وسبق بطلب ويكون مترطبا عليه يعني على ما قبله وسببا عنه يعني قادي أول طلب نهش لا تفرد في الأكل تصلح معدتك يبقى هنا السؤال فيم الطلب يا شباب الطلب يا أستاذي اللي هو لا لا تفرد في الأكل إيه اللي هيحصل نتيجة ذلك تصلح قريب السكون يبقى تصلح مترطب نتيجة عدم الإفراط معدتك حتبقى كويسة يبقى ده مترطب على ما قبل وكمان أمر محبب للنفس فهو مجزوم بالسكون كلام جميل قادي الأمر بيقول لي ابتسم تبتسم لك الحياة ابتسم تبتسم لك الحياة فين الطلب ابتسم فين جواب الطلب تبتسم التانية يبقى تبتسم التانية دي كده أمر محبب للنفس ومجزوم بالسكون ومترطبة على ما قبلها أيضا لتفعل خيرا تفز بالجنة اللام بتاعت لتفعل دي إيه يا حبيبي اللام بتاعت تفعل دي بص كده كويس دي لام الأمر طيب جواب الطلب أمر ده طلب جواب الطلب تفز بالمناسبة تفز شايف دي لن تفز قلنا الحصة اللي فاكت لن تفز بمحبة الناس يلا يا شباب السؤال فين الطلب أهو لن دي مش لن فين جواب الطلب تفز وإلا عرفك أنه مجزوم أصلها تفز فهنا بنشيل الواو منعا للتقاء الساكنين وتفز مجزومة بالسكون اللي بعده بيقول لي كلمة تمسك بصديق يحافظ على فروضه واحد يقول لك إيه بقى تمسك ده طلب تأعلن هو طلب مش عالك لأ يحافظ جواب الطلب هقول له لأ آسف ده مش جواب طلب طب ليه هو يحافظ على فروضه وحش يا أستاذ ده أمر محبب للنفس طبعا أنا عارف بس مش مترتب على ما قبله يعني مش نتيجة للتمسك لا ده يحافظ دية نعت الصديق لأن الجمل وأشبه الجمل اللي بعد النكرات صفات واللي بعد المعارف أحوالي يا شباب يبقى يحافظ ديه فعل مضارع مرفوع لا تهمل صلاتك تدخل النار أيوة بص جد تدخل النار دي أمر محبب للنفس أكيد لا يبقى تدخل جواب طلب لا طبعا يبقى مرفوع بالضمة تعالى كده نختبر أنفسنا جميعا ونشوف هنشتغل بيقول لي أول سؤال بين أسلوب الشرط من ميل يعني جايب لك أربع جمل حضرتك تقول لي أنا واحدة من الأربعة هي جواب أو أسلوب شرط ما يندم أحد ندم فتاة صرف شبابه أنت شايف دي ها دي ما يندم ما هنا من أدوات الشرط يا فنم طب متى تطقن عملك لتكسب ثقة الناس هل يا طرى متى من أدوات الشرط أين تذهب خلي بالك أين تذهب في الصيف لتستمتع بوقت امتى طروح عشان تستمتع بوقت أما التالتة اتق الله كزا يبقى الناس دي مفكرة أن دي أدوات شرط لا 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 ما في الأدوات الشرط نبي لو عدت من هنا البكرة أهي وإلا تهم وإلا تهلك هتقول لي يا مستر تهلك دي غير محبب للنفس وأنا مالي ومالي أنت بتخلط الدروس في بعض ليه ما تخلطش الدروس في بعض دي حاجة ودي حاجة إلا تهلك وإلا تهلك أصلا وإلا تفعل ذلك تهلك يبقى ده أسلوب الشرط يا شباب يبقى الإجابة رقم ده السؤال التاني يا حبيبي متى تخشى ربك تفز برضا المطلوب المطلوب عايزين نكلم البنت إحنا أنا بنكلم الولد يا ترى أنا واحدة من دول تمشي مع البنت متى تخشي ربك تفوزي ولا رقم به متى تخشي ربك تفوزي ولا متى تخشي تخش من غير تفوزي أو تفوزي ولا متى تخشي تخشي ربك بص كده إنت شايف إنت تاخد إيه أو تكنسل إيه أولا يا أستاذ تفضل بعد إذن حضرتك عشان أوضح لزميلي تخشى دي مش تنفى ليه لأن الكلمة لو أنا بكلم ولد لكن المفروض فيها هي المخاطبة يبقى دي مش مزبوطة ولا دي مزبوطة يبقى أنا عندي دي اللي هتبقى صح وده هتبقى صح أختار مقاة واحدة من الاتنين تفوزي ولا تفوزين لا أكيد تفوزين يا شباب يبقى ده السؤال برضو من الأسئلة الهمة قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة عايزين عاوز أعرف يقيموا إيه اللي خل يقيموا مجزومة تمام يعشان هي جواب طلب وفي طلب قبلها أه طبعا قل ها فعل شرط هو أنا عندي أعداد شرط لا جواب شرط أنا ما عنديش أسلوب شرط أصلا مجزوم بأداء بتجزم فعل واحد ولا أداء موجودة قدامي يبقى الإجابة رقم ألف السؤال اللي بعده يا حبيبي متى تقابل صديكك تسعد عايزي مطلوب بيقول لي بدل متى خليلي أي ماشي بس في نقطة إيه هي إني أي لابد أن يأتي بعدها اسم نكرة مضاف مجرور يبقى أي مدينة ولا أي إنسان ولا أي مكان ولا أي يوم شو بنت بتقول ليه إمتى تقابل إمتى يعني في أي مدينة بمعنى أي إنسان أي مكان ولا أي يوم ها أحسنت لأن مثل الزمان يبقى متى أي يوم ما له تقابل صديقك تسعد رضو عليكم ممتزين طيب بيقول لي من كان الإخلاص ملازما له فالإتقان حليف رضو بقى علي بيقول لي يا أستاذ الفاطل فضل هو ليه جواب الشرط مقترن بالفاق ده مهم أو أنا عايز عر هو ليه جواب الشرط مقترن بالفاق طب ما تيجي نشوف كده فضل بيقول لي آدي الفاق إيه إيه اللي وراء الفاق الإتقان وحليفه الإتقان ده إيه مبتدأ طب وحليفه خبر يعني جملة إيه جملة إسمية يبقى الإجابة من وجهة نظرك ألف ولا بي ولا جيم ولا دال أحسنتم هي رقم جيم طيب قل إن بصي بقى قادم عك إن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إتقان وحليفه أو إعتمارا فلا جناح عليه دي فاقه قل لي لا جناح عليه لدي إيه يا أولاد فكرني بوحدة سابقة أيوة يا سيد الوحدة التالتة بتاعت النواسخ أحسنت يبقى جناحة دي إسمي لا وطالما إسم لا يبقى دي جملة إيه ها أحسنتم جملة إسمية فلا جناحة سبقى تقول لي إيه عشان هي من فيها بلا لأ دي لنا فيها للجنس اللي بتعمل عمل إنا يا حبيبي أهي لنا فيها للجنس يعني كأنها إن بتعمل عمل إنا تمام اللي بعدها أي من الجملة التالية هي الجملة الصواب أنا واحدة من دول تبقى صواب ركز وأنا أقول لك بص يا سيد تعالك أنا نحللها كلمة كلمة إنت تتقي ماش دي مظبوطة إنت تتقي باليه لا طبعا لا طبعا لا طبعا دي برضو مظبوطة تتقي لا طبعا دي لأ يبقى أنا عندي مين اللي ممكن نمشي عليهم ألف وجيم فسوف تلقى ولا فقد تلقى لا دي لأ ليه إحنا قلنا جواب الشرط لو فيه فا الفعل اللي وراها هيعرف حصل موقوف الجملة فهنا مفيش أدى الجزم يبقى ديه غلط ويبقى الإجابة السليمة هي رقم ألف يا شباب رقم مين ألف يا شباب إيه اللي بعده سبب اقتران جملة جواب الشرط بالفا هنا إن تبدو الصدقاتي فنعمة هي إيهنا السؤال لماذا اقترنا جواب الشرط بالفا دي مين نعمة لها نعمة نعمة وبئسة وحبزة ولا حبزة يبقى فعلها إيه يا شباب هرافوا عليك دي جملة فعلية فعلها جامد ده يا شباب الجزء الخاص بجزم الفعل المضارع جزم الفعل الهون المضارع طيب تعالى بقى معايا نتكلم عن توكيد الفعل بينهون أوقع تنسى إن الواحدة الخمسة كلها بتتكلم عن الأفعال سواء الفعل الماضي الفعل الأمر الفعل المضارع وكمان بنتكلم عن المعرب والمبني وبنتكلم عن إعرابه والإعراب يعني رفعه نصبه وجزم بنتكلم أيضا عن دخول النون على الفعل إحنا عندنا المضارع إمتى نحط له نون يجب نحط له نون نون توكيد وإمتى يجوز وإمتى يمتنى واحدة واحدة معاي بص كده بيقول لي والله لا ينتصرن الحق عايزها واجب احلف له نه ماشي كده عايزها واجب احلف له يلا احلف له استنى الحلفة شروط تسمح لأقولك الشروط وبعد كده نكمل أولا شايف أدي والله تمام وأدي لام القسم حلو الجملة دي اسمها الأول الوود اسمها ايه دي اسمها أداة القسم أداة ها قسم حلو والوود بتعمل ايه دي بالجر يعني تعتبر زي حرف الجر ولفظ الجلالة مجرور اللي هو المقسم به واللام اسمها لام القسم اسمها ايه شباب لام القسم طيب وجملة لا ينتصرن الحق كلها على بعضها دي كلها اسمها جملة جواب القسم حلو طيب والنون دي اسمها ايه اسمها نون التوكيد طفكرني بحاجة قلناها الحصة اللي فاتت لما قلنا الماضي والامر مبنيان والمضارع دايما معرف اللي اذا اتصل به نون النسوة يبقى مبني على السكون اتصل بنون التوكيد نقول مبني على الفتح يبقى والله لا ينتصره را 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 على فتحة ايوه يبقى نقول فعل مضارع مبني على الفتح ونون التوكيد طبعا لا محلة لها من الاعراب طيب اه نشوف تعالى كده بيقولي امتى يبقى يمتنع ينتصر الحق مش معنى يمتنع لو ما بيش قسم قبلها تمام طيب ولازم اللام تبقى لازقى في انتصر طب افرد اللام انفصلت ها يعني احنا بقوله لنا ايه طالله لأكيدن أصنامكم ده واجب طب خلها يمتنع والله لسأكتب درسي ايه اللي حصل ركز فيه المثال بتاع يمتنع ده دي قسمه إلا إنه ما ينفشل حط النون طب ليه لأنه فصل بين اللام وبين الفعل بفاصل اللي هو السين أو سوف يبقى هنا أكتب دي لا مرفوع ولا منصوب آسف لا منصوب ولا مبني ولا أي حاجة أمال دي ايه فعل مدرع مرفوع عادي خالص لإن هنا فصل بين اللام وبين الفعل بسين اللي هي فاصل ولازم كمان جملة جواب القسم علشان نأكده بالنون وتبقى واجب التوكب بالنون لازم الجملة تكون مثبتة ما تبقى شمن فيها لعمرك أدا قسم برضو أيوة لعمرك تمام لأجي اكتهدن بالمناسبة يا شباب أنت ممكن جوم للجواب ممكن القسم نفسه يبقى أداة القسم أو المقسم بيه محزوف يعني مثلا لأجتهدن في عملي أصلها والله لأجتهدن في عملي يعني ممكن المقسم بيه ما يبقاش موجود أيوة وركز ولام القسم يا حبيب تبقى مفتوحة لعمرك لأجتهدن في عملي هتلاحظ أن جملة جواب القسم نعم مش عارف لين جملة جواب القسم أهي يا ابني أهي 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 أستاذ الفاضل أهي يا ابني أهي لأجتهدن في عملي دي اسمها جملة جواب القسم فيها أداة نفي لا يبقى الجملة ملها مثبتة ويه أخليها بقى ما تنفعش أهي يا سيدي والله لن أظلم أحدا والله لن أظلم إيه أحدا أهي دي امتنع طب ليه على شلا أو لأن جملة جواب القسم منفية لازم تدل على الاستقبال بالله لأصلن رحمي حل طب خليها تمتنع كده بالله لأصل رحمي الآن عارف كلمة الآن مل هي لبوازة الدين إزاي ما هي دي لم تدل على الاستقبال بل لأنها دلت على الحال وبالتالي لأصل دفع لمضارع ومحط ناشن نون طب ليه لأن جملة جواب القسم لم تدل على الاستقبال يبقى الشروط زي ما أنت شايف أدي شرط وهنا طبعا من انتفى اتنين أدي الشرط الثالث أدي الشرط الرابع دي كلها اسمها إيه؟ الشروط اللي تخلي جملة جواب القسم نحط النون وإحنا متطمنين عشان يبقى وجوباً طب ما كانش هيبقى يمتنع يبقى أحكام توكيد الفعل بالنون أول حكم عندي واجب تاني حكم يمتنع ينفع يبقى جائز؟ أه طبعاً أنت أطلب له نعم أطلب له مش فاهم ما أنت قلت عايزها واجب أحلف له طبعاً عايزها جائزة أطلب له يعني إيه؟ يعني كن مصبوقة الطلب زي لم الأمر مثلاً ليذاكر كل منكم درسة؟ أيوة سيدة ليذاكر كل منكم درسة؟ هنا اللم لم الأمر يجوز أقول له ليذاكر كل منكم درسة؟ ويجوز أقول له ليذاكرنا كل منكم درسة؟ تسمح لي بعد إذن خضرتك تعرب لي دي ودي؟ أيوة خضرتك تفضل اللم لم الأمر يذاكر فعل مدرع مجزوم بالسكوت طب دي يد اللم لم الأمر يذاكر فعل مدرع آه بس لا مرفوع ولا منصوب ولا حتى كمان مجزوم أمال إيه؟ ده مبني على الفتح ليذاكر الناب بس إيه؟ في محل جزم في محل يا شباب جزم يبقى بنقول ده يلام الأمر آه على عين وعى الراس لكن الفعل المدرع اللي وراها لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم وما ليبقى إيه؟ مبني ما هو والمدرع دايما معرض إلا إذا اتصل بينه النسوة أو نون التوكيد يا حبيبي تمام؟ تمام طيب النوع التاني أو الطلب التاني لا نهية أنا كلمتك من شوية عن أنواع لا بيقول لي لا تهمل ها واجبك والتانية لا تهمل لا تهملن دي لا تهمل دي لا ودي لا دي نهية ودي نهية الفرق في تهمل هنا وتهمل هنا دي معرب أمال دي مبني ها دي معرب باجزم بالسكون دي مبني على الفتح لاتصال بينون التوكيد بس ايه؟ في محل جزم اللي بعده استفهام هل تقدر العلم؟ أو هل تقدرنا العلم؟ طبعا تقدر الأولية مرفوعة تقدر التانية مبنية اللي بعده ليت من أشكال الطلب التمني ليت ليت السلام ينتشر ليت السلامة ينتشر هنلاحظ ان ينتشر ماله هيبقى فعل مضارع هم؟ مجزم السكون؟ ليه؟ ها؟ لا طبعا أمال نقول ايه؟ احنا هنا عندنا طلب ليت السلام ينتشر هل هنا دي جواب طلب؟ لا طبعا طيب هنا ليت السلام ينتشيره ينتشيره ينتشيرنه يبقى ده معرب وده مبني على الفتح يا شابت ايضا لعله للرجاء ها لعله الخير ينتشر التانية لعله الخير ينتشرنه الاولاني معرب التاني مبني على الفتح هلت عرض وكتبناها في اول الحصة هلت اذكر دروسك؟ مش دي قلة اسف يا حبيبي دي مش قلة دي قلة يعني ممكن تذكر دروسك؟ تمام يبقى تذكر ده ديت فعل مضارع مال ومرفوع طيب طب الاتوذاكرا تذاكرا م這些 باتش هلاء التحديدية للتحديد هلا يعني ممكن تقرأ الشعب ها بحضك يعني بحثك يعني بشجعك وعكسها بثبتك هلا تقرأ أن الشعب يبدأ الأول أنه معرف والتانية مبني قلنا بقى تاني خلاصة اللي فات سريعا بعد إذن الناس الحلوين تعالوا كده نقول المضارع لكم حكم ثلاثة هم الثلاثة يا زعيم ركز معايا واجب وبعدين جائز يمتنع حلو عاوزها واجب أحلف يبقى وقع في جواب القصر عاوزها جائز أطلب يبقى صبقة بطلب طب لا دا ولا دا يمتنع ركز يبقى دي ايه أحكام توقيد المضارع بالنون ليه نون مين نون التوكيد أحسنتم يا شباب ربنا يبارد فيكم طيب الأمر الأمر يا شباب جائز التوكيب بالنون بناء على إيه بناء على إن الفعل الأمر طبيعة طلب طبيعة الأمر طلب يعني حطوله والله أبدا حطوله طلب ما هو طلب يبقى الفعل الأمر جائز التوكيب بالنون يجوز توكيب بالنون يجوز أقول لك إلعب ويجوز أقول لك إلعبا من غير ما أعمل أي حاجة تمتع بحياتك وتمتع لنا بحياتك امسك حاجة حاجة معه قصي يا أستاذ الفاضل تمتع مركزين أو كده أحط هنا سكون يبقى ده فعل أمر مبني على السكون طب ده تمتع هنا فعل ده هو بقى مبني على السكون طب ده ده مبني انت نطقت صح على الفتح هنا الاتصاله بنون التوكيب طيب ارض اه اه او ارضي آسف ارضي والديك ارضي ده فعل ايه امر ماله مبني على حسف حرف العلة طب التانية ارضي انا عزي اقولك على حاجة ايوانت فاضل امسك وانا اولا مكتب لولك عليه الامر اذا اذا كان محذوفا منه حرف علة عندautres أيده بالنون ايه اللي هيحصل نرد حرف العلة هنرجع حرف الايه العل ارضي ده ايه اللي تشال ايه لما نقل كده بالنون هنرجعها ونقول ارضيانا طب قل اكيد برافو عليك انت قلتاه فينا واو هنعمل ايه هنرجع الواو ونقول قولانا ايه الفرق ما بالتنين قل ده يا شباب هيبقى مجزون بالسكوت اسف مبني على السكوت طب قول لنا مبني على الفتح تعالوا نختبر انفسنا سريعا ونشوف الناس الحلوة اللي معانا هنعمل ايه بالضبط لا تحسبن تعال نحلل دي لا ايه الاول احسنتم دي لا النافية ماش ايه عايز ايه استخدم لون تاني اشور بحاطر قول يا سيد القلم اللي احمر بتاعنا اللي بنحبه ايه دي لا مالها دي لا الناهية يعني مضارع سبقة بطلب تحسب بس من غير النون لو قلنا تحسب بس من غير النون يبقى فاعل مضارع مجزون بالسكوت طب تحسبه تحسبه تحسبن لا ده حط نون التوكيد طب يعريبه لا ده يبقى لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزون امال ده هيبقى مبني طب مبنى على ايه على الفتح طب لانه هي بتلعب لا تحسبن كلها على بعضها في محل جزم يبقى مبنى على الفتح في محل جزم السؤال التاني يا حبيبي لا تقل إلا الصدق لا تقل إلا الصدق دي لأ ايه ها دي لانه هي حلو حلو انت شاطره طيب تقل فاعل مضارع مجزون بالسكون طيب عايز ايه عاوز اأكدوا بالنون اكيد تقل في حرفة شال اللي هو مين الوا يبقى لازم ارجعه وحط النون يبقى تقول لا لا تقول لنا اش معنى لنا لانه هيبقى مبنى على الفتح تمام لا تقول لنا إلا الصدق يبقى أكيد رقم ألف السؤال اللي بعده يا حبيبي هل عاوز ايه الفاعل ترتقل ماله عاوزها واجب اعمل ايه هحلف دور لعا الحلفان في الاربع يا أستاذ ايوه انت ايوه انتبه معايا دور لعا الحلفان في الاربع هه هل دي حلفان طب ليرتقينا الطلاب دي حلفان هلا ترتقينا ده حلفان او ما للحلفان فين برافو ليه رقم دال لعمري لارتقينا اللحظ لارتقينا دي مضارع وفيه عنون التوكيد يبقى معرب ولا مبني احسنت مبنى ومبنى على ايه الفكرة شوف دي ولا سوف يعطيك ربك فطرضى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ركز بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف اصلا ايه والله لسوف يبقى المقصن بيه مش موجود طب ايه كمان هللاحظ كمان يا حبيب القلب ان اللام ده شايف دي اللام دي اه والفعله فصلة بينهم بفاصل اللي هي دي يبقى ده واجب جائز يمتنع اكيد يمتنع طب يعطي ده لمر بص بق لمنصوب ولا مجزء مال ايه يرفع يعطي اسمع وصلي بص يا باشا المدارك ان الحصة اللي فات اذا كان معتلا او معتل الاخر ها اذا كان معتل الاخر اللي هيحصل قالك يرفع في علامات مقدرة طيب والنصب ها ينصب بعلامة ظاهرة استمع الا اذا هل بقى لك الا اذا ايه كان اخره الف اللي هي الاف ليايقت نطقة الف زي يسعى دي الفتحة مقدرة مص بقى ركز و اكتب معي يبقى المدارة مالو اذا كان معتل الاخر مالو يرفع بعلامات مقدرة ضم مقدرة ضم مقدرة طيب والنصب ها الفتحة ظاهرة اللي اذا كان اخره الف زي يسعى هنا يعطي دي مرفوعة لمص بقى المجزون هاتبقى مرفوعة يبقى مرفوعة بايه بتضم المقدرة انا مقدرة اللي هي رقم الف اللي بعده بيقول لي فليتك يوم الملتقى ليت يا ولاد ها ليتك اسف ليتك يوم الملتقى طري الناني يا دي تشوفيني امان عايز ايه هو مؤكد بالنل عشان سبق بليت وليت دي ايه ها دي التمني طلب تمام طيب يقول الشعر هلا تم ها تم ننا ركز مش دي تحضيط ايوة وطالما تحضيط يبقى الفعل اللي هنا ماله واجب ولا جائز اكيد جائز طب لما هو جائز اقول جائز بسبب ايه لأنه سبق بأداب تحضيط طيب لأهجرن المعاصي هكذا لسه ايه لنا من شوية لأهجرن دي ايوة اصلا اصلا ايه والله لأهجرن المعاصي طب فين والله احنا قلنا المقسم بيه محزوف يا أستاذ وطالما في مقسم به يبقى واجب ولا جائز ولا يمتنع احسنت يمتنع كل أنواع الأسئلة وكل أشكال الأسئلة قدام حضرتك يا أستاذ حدد مما يلي جملة امتنع توكيد الفعل فيها بالنوب يعني كله يواجب يجائز انا عايز بقى امتنع احرص النا ده طلب جائز وطالله لأكيد النا ده قسم وكل شروط مصبوط ده واجب ارضي النا ارضي النا ده ايه ده جائز لأن ده أمر والأمر جائز التوكيب بالنون والله لأقابل أبي الآن أجد انت عرفته دي يمتنع ليه لأنها لم تدل على الاستقبال ودلت على الحال حبيبي حصة كانت في منتهى الجمال والروعة قدرنا من خلالنا من خلال الحصة الجميلة دي ان احنا نلم كل ما تبقى من الوعدة الخمسة اللي هي الأفعال حبيبي ان شاء الله قريب جدا هيبقى في حصص كثير جدا لمراجعة النح بس أهم شيء ننتهي منها ساعدت بكم أعزائي الطلاب في هذه الخلقة الممتعة كان معكم أستاذ بلال عبده وإلى رقاء بإذن الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته